يا رب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الالفين وستة المحترمين يعطيكم الصحة والعافية جهودكم مباركة ان شاء الله تعالى نبدأ مسيرتنا ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب يا رب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طلاب المحترمين يعطيكم الصحة والعافية يا رب عدنا والعود وأحمد وربي يكرمكم ان شاء الله يجزيكم الخير هلا يا محترمين يا مؤدبين هلا في عنا الفصل الماضي وكلنا منذكرين اننا بدأنا في أشياء لها علاقة في خلاصات قطع الفصل الأول كلنا منذكرين شيء زي هيك الآن الحمد لله رب العالمين وعدت في بداية الفصل الآن انه راح اعمل خلاصات وعملت لك كل قطع الفصل الأول فضل من الله عز وجل والآن أحد المتبرعين هيحط الروابط أنا متأكد مليار الآن على الفيديو هذا كمان في تعليقات الفيديو هذا هلا الآن عنا في خلاصة قطع الفصل الثاني نبدأ ان شاء الله تعالى في أول قطع طبعا النظام كان انه كل يوم جمعة بنزل الله يرضى عنكم يا رب اذا استفدتوا اعملوا منشن اعملوا شير عشان تشجعوني أنا كمان اني أشتغل الله يرضى عنكم يا رب ويهدي بالكم ان شاء الله طلاب المحترمين الآن نبدأ في أول قطع اللي هي the time we spend at school اتفقنا شرحت الله وحده يعلم كيف شرحت سواء في القاعات أو على البطاقات المسجلة أو لطلاب التفاعلي الآن وموجود لها شرح تذكيري على اليوتيوب كمان الآن هذا جيد وهذا جيد الآن هون خلاصة الخلاصة يعني هاي اللي المفروض تضل عالقة في بال كل طالب ثانوية إذا كنت بطل وكنت بطلة بمعنى الكلمة ووفق بين الفصل لأول الفصل الثاني الآن بطرائق مختلفة منها مثلا هلأ أخذت قطعة من هون بصير كل ما أنزل اليوم الجمعة خلاصة قطعة تأخذوا قطعة الفصل الثاني عشر دقائق يقلوا بساعة ثلساعة طارت يعني ونرجع لخلاصة قطعة فصل أول على الترتيب الآن موجودين على الترتيب والله يرضى عنهم الآدمينز يعني وكل طلابي أنا باعتبار والله آدمينز عندي الله يسعدهم يا رب وتشرف طبعا نشتغل مع بعض مش عند بعض الآن متأكد أنه يعني رح يحطوهم على الترتيب فنأخذ واحدة من هون واحدة من هون واحدة من هون واحدة من هون وهكذا بتضل حالق القطع في بالنا وديروا بالكم يا محترمين اللي بيجيب لكم العالمات بعد توفيق رب العالمين هو كثرة إدمان النظر في الكتاب وكثرة المرور على المعلومة نقطة انتهت هلأ عشر ديائق يقولوا بإساعة ما حتأخذ من وقتك شيء لما أرجعنا للفصل الأول وأخذ اللي هي معها خلاصة ثانية الله يعطيكم الصحة والعافية نبدأ يا محترمين بسم الله هلأ خلاصة قطعة The time we spend at school الوقت اللي بنقضي في الوين يا أخواني في المدارس بسم الله الرحمن الرحيم طيب هلأ يا محترمين بحكي لنا هون شغلة الله يرضالي عنكم يا رب يهدي بالكم بالفقرة الأولى كان في عنا خمس دول في الفقرة الأولى The USA The UK Jordan Japan و South Korea الخمس دول اتفقنا إنه الأردن الآن عدد طلاب اللي بيداوموا في المدارس عدد الساعات في دول أكثر من الأردن وفي دول أقل من الأردن أعطيني دولتين طلابهم بيداوموا أقل من الأردن اللي هي The USA و The UK أعطيني دولتين طلابهم بيداوموا Longer than أكثر من More than أكثر من جوردن اللي هم جابان و South Korea ففي عنا بالفقرة الأولى إذن The USA The UK هذول بيداوموا The least time اللي هو أقل وقت يعني أقل وقت الآن The least time أقل وقت الآن حكي لنا With an average school year of 187 days Average بمعنى معدل محترمين الآن ديروا بالكم بيجيب لي سؤال ضع دائرة دقيق بيحكي لطلاب The USA The UK بيداوموا More than 187 days أكثر من 187 Less than 187 days أقل من 187 187 days هذول الثلاث هذول الثلاث ولا واحد فيهم صح لا 187 ولا أكثر ولا أقل الصح هو An average school year of 187 days تقريبا 187 يوم أو بيبدلها بمثلا Nearly Almost كلهم كاتبينهم أثناء الشرح هذول بمعنى تقريبا لأن لما أجل أحكي تقريبا 187 بيجوز أكثر بيجوز أقل على أي أساس بتيجي تقول لي أنت والله 187 بالظبط أو أكثر 100% أو أقل 100% فبديد أن نكون حذرين توجيه الدقة يا أخواني إذن About هايهم الكلمتين نذكرهم اللي هي كلمة Almost طبعا اللي ما كان يحضر معي خلاصات بهالزمنات الآن أظن ما في داعي أنك تكتب إلا إذا في أشياء معينة حالبين ترجعوا لأنها موضوع ثاني يعني إذن تقريبا 187 days طيب هلأ جوردن longer than the USA and the UK الأردن بيداوموا أكثر ما حكى لنا كم عدد الأيام بس أكثر الآن ساوت كوريا بيداوموا اللي هو 220 days وفي جابان اللي هي 243 days حكى لنا اللي هي الآن none of these ولا واحدة من هؤلاء كان قصدوا عن سنوات الدراسة في the USA وthe UK وجوردن none of these الآن are nearly as long as بطول اللي هي school year سنوات الدراسة in countries like جابان and ساوت كوريا وبعدها مباشرة ساوت كوريان attend school بيلتحقوا في المدرسة for 220 days and in japan the school year numbers اللي هو 243 days هذا كان موجود اللي هو في الفقرة الأولى إذن في عنا دولتين بيداوموا أقل من الأردن ودولتين بيداوموا أكثر من الأردن طيب هلأ المحترمين تعالوا الله يرضى عنكم يا رب في عنا two procedures معناها اللي هي إجراءات هلأ هاي الكلمة يفترض فينا كطالب توجيه مفتح عن غيب يحفظها في إجراءات عملتها مدارس the USA الآن عشان تجعل اليوم العام الدراسي أطول في إجراءات اثنين هلأ الإجراء الأول بعض المدارس حكتلك بدنا نزيد عشر أيام ومدارس أخرى قلت لأ خلي المئة وسبعة وثمانين يوم بدنا نزيد فقط نص ساعة إذن في عنا إجراءين أذكركم في الجملة الأولى كانت بدون ما ترجعوا لقطعة سمعوني كان يا أخواني قبل سنوات يعني مضت الآن قرابة الألف مدرسة في أمريكا بدأت في جعل العام الدراسي أطول بإضافة عشر أيام إضافية الآن نقطة رقم اثنين بإضافة عام الدراسي أطول بإضافة اللي هو بيجعل اليوم الدراسي أطول بنص ساعة إذن عشان يطولوا فترة الدراسة مدارس زادت عشر أيام ومدارس زادت نص ساعة لليوم الدراسي السؤال عليهم محترمين في الكلمة هاي هلا كلمة موجودة في القطعة نهائيا لكن السؤال بيجي هيك الآن هذا اللي هو الإجراء الأول وهذا اللي هون الإجراء الثاني بإضافة عشر أيام إضافية أو بيجعل اليوم الدراسي أطول بنص ساعة هلا بعد هيك انتقلنا الله يرضى لعنكم يا رب للفقرة الثانية كان في عنا أخواني هيك بدأت الفقرة الثانية وفقا للدراسة بي إسمها اليوم مؤسسة اللي هو التطوير الاقتصادي والتنمية شو حكي النشاء ستودنس جابان اندونيجا اند ساوت كوريا سبين ايش بيقضوا أكثر وقت ستادي عشان يضمنوا علامات عالية جدا بعدها حكالنا بيروحوا للمدرسة تسع ساعات تسع ساعات وهذا يشتمل على شغلتين شما شغلتين تعليم حصص إضافية ونشاطات أو نشاطات اختيارية هلا بعد هذا الكلام حكالنا هم يقضوا ثلاث ساعات على الواجبات البيتية روح الطالب تسع ساعات من الدراسة الآن كمان ثلاث ساعات واجبات بيتية اللي هو كل كل يوم بعدها حكينا which is three times والذي هو ثلاث أضعاف as much as many other countries العديد من الدول الأخرى إذن طلاب اليابان وكوريا الجنوبية واندونيسيا أكثر طلاب في العالم بدرسوا بس لا أنتوا أكثر أنا متأكد أنتوا أكثر المفروض المفروض يلا الآن إذن هاي المؤسسة هاي الحروف الأولى كيف بدأت الله يرضى عنكم يا رب ويهدي بالكم يا طلابي الآن هون economic corporation and development ولما اختصرها شو حكى لنا اللي هي O E الآن C D الآن لاحظوا هذا الاختصار كله مكتوب في الأبر كيسز في الحروف الكبيرة أغلب الاختصارات لازم هيك تكون طيب المؤسسة هاي عملت دراسة شو معنى دراسة أخواني اللي يصدي هاي صفتاسة الآن أعطوني الآن كلمة بمعنى دراسة مستواها عالي اللي هي الكلمة هاي احفظوها وكلكم مكتوبة عندهم من الفصل الأول وانا بعيد فيها معناها اللي هي دراسة أو بحث أوكي الآن المحترمين نشوف الدراسة هاي طلع إذن طلاب اليابان واندونيسيا واللي هي كوريا هذول الطلاب spend the most time studying in the world دراسة في العالم الآن they go to school for about nine hours الآن التسع ساعات هاي اللي هون بتشمل كم شغلتين الشغلة الأولى اللي هي optional after school tuition تعليم والشغلة الثانية اللي هي activities هاي الكلمة مكررة وزارة يا أخواني كلمة مكررة وزارة ديروا بالكم هلا optional اللي هي done by choice إشي يعمل بالاختيار بس في كلمة مستواها مليار عالية لازم ندرسها مرة علينا مرة وحدة في هالحياة في قطعة اسمها medical schools الكليات الطبية عدد الكليات الطبية خمس كليات في الأردن سنوات الدراسة ستة أول ثلاث سنوات كنا بنسميهم ايش بالفصل الأول pre clinical stage والثلاث سنوات اللي بعد شو بنسميهم clinical stage مرحلة ما قبل الايادة ومرحلة الايادة أوكي عليتي حال الكلمة هاي هيا محترمين كلمة اللي هي اللي اكتف بمعنى اللي هي اختياري اكتبوها عندكم الكلمة هاي واحفظوها احفظوها الآن هذول الطلاب they also spend حكينا about three hours واجبات بيتية الآن الثريا هاي تعادل ثلاث أضعاف اللي هي as much as many other countries العديد من الدول الأخرى طيب هلا بالنسبة لهم هذول طلاب اليابان وكوريا الجنوبية واندونيسيا مجازا ببيت وبيات في المدرسة فبالنسبة لهم their high academic achievements إنجازاتهم العالية جدا do suggest that بتشيري إلى أنه the longer you study the better you do in final exams الآن the longer you study درست أطول كلما أديت أفضل في الاختبارات النهائية هذول اللي هم الطلاب طيب الآن ننتقل يا حضرات إلى الفقرة الأخيرة الآن في القطعة الأولى الآن students in Finland هلأ طلاب فنلندا كان بيقهروا فينا وبيحكونا شغلات معينة أنه طلاب فنلندا الآن students in Finland هيك بالضبط however الآن حكينا are usually given الآن يتم أعطاؤهم less than half an hour of homework per night الآن أقل من نص عوازيبات بيتية خمس عشر دقائق طيب الآن بعد هيك حكينا اللي هي they attend school بيلتحقوا في المدرسة for fewer and short days than 85% of other developed nations آه مشكلة أقل من نص ساعة وازيبات بيتية شي غريب جدا يعني جدا interesting يعني هون بمعنى غريب مش ممتع الآن أقل من نص ساعة الآن بيداوموا أقل وأقصر أقل كعدد أيام وأقصر كعدد ساعات من 85% 85% of other developed nations اللي هم المتطورة الآن لما تيجي تطلع على الطالب الياباني ببيت بيات في المدرسة بس يا أخي بيجيب علامات طالب الفنلندي بيداومش بالمرة لا إلهة إلا الله المفروض يرسب على الحسبة هاي إلا إنه لهم إنجازات الإنجاز الأول they achieve top marks بيجيبوا علامات عالية جدا top marks علامات in subjects like maths and science بيجيبوا علامات عالية في الرياضيات والعلوم طب نأخذها من زاوية الآن linguistically لغويا الآن هذول الطلاب يتحدثوا at least to and often three languages fluently من لغتين لثلاثة صلاتك يا نبي طلاب فنلندا ما بيداوموش بيجيبوا علامات عالية جدا طلاب اليابان كوريا الجنوبية وإندونيسيا بيات في المدرسة وبيجيبوا علامات الكاتب هون نسحر قال لك أنا ندمت إني عملت الدراسة هذول الطلاب بيات في المدرسة وعلاماتهم عالية هذول الطلاب ما بيداوموا وعلاماتهم عالية فطلع فيه خلاصة بيقول لك عمي من الآخر هيك كانت الجملة The contradictory views of the study وجهات النظر contradictory يا بي هالكلمش ومهمة وجهات النظر المتباين المختلفة للدراسة suggest تشير إلى أنه The number and length of school years عدد ووقت اللي هو الدوام المدرسة وطوله الآن is not the only factor هو ليس العامل الوحيد in determining whether students will succeed at school or not إذا الطلاب حينجحوا في المدرسة ولا لا والدليل الآن جيل الكورونا طلاب ما وصلوا مدارس وفي ناس جابوا 99 وميات الآن الأجيال القبل واللي بعد في ناس الآن دوام بيات في المدارس ما بيغيب ولا يوم الآن يجيب 99 وفي ناس بيات في المدرسة ما بيغيب ولا يوم وربي أحميهم يا الله الآن يحمي المادتين أو ثلاث معناها طول فترة الدراسة مش هي العامل الوحيد إذا الطالب رح يجيب علامات عالية ولا لا معناته في مليون ألف سبب meaning that هذا يعني there are many other factors في عوامل كثيرة لها علاقة في أن الطالب سيجيب علامات ولا لا هلأ there achievements إنجازاتهم يجيبوا علامات عالية حكينا واللي هو يتحدثوا على الأقل من لغتين لثلاث لغات fluently بطلاقة طيب الآن طلعنا يا محترمين يا مؤدبين الآن في الله يسعدكم يارب في الخلاصة هاي أنه اللي هي is not the only factor هي ليست العامل الوحيد in determining whether students will succeed هتسكروا والله العظيم إنه فعل هذا اللي هون هذا فعل وليس صفة حتسألوا عنه يا الفين وخمسة واتجابوا إنه على أساس المصي فديروا بالكم انتبهوا طيب الآن طلاب المحترمين الآن خلاصة الخلاصة يا أهل الخير هاي جوردن في الوسط الآن هدول الدول اللي هون بيداوموا اللي هو إيش اللي هو less than أقل من الآن إيش أقل من جوردن هذول الدول اللي هون الثلاث بيداوموا إيش اللي هي more than أكثر من اللي هي جوردن أكثر من جوردن هون less than إيش أخواني اللي هي جوردن الآن طلع عددهم الدول كلهم مع بعض سبع دول يرضى عنكم يا رب طيب الآن هسا سؤال متميز من الطراز الأول نمر عليه نشوف شو وضوع بسم الله الآن ستودانت إن كذا أقل وقت يلا قبل ما نكمل أقل وقت مين هم طلاب بالسبع دول طلاب فنلندا مش هيك أول ما بحط على فنلند بشوف لا سمح الله يا رب يحميكم إن شاء الله صفر قد العالم هيك دينوا بالكم الآن يقضوا أقل وقت آه آه هم فعليا آه طلاب فنلندا بس تواني أقل وقت بعيدين عن المدرسة آه الآن أقل وقت بعيد عن المدرسة يساوي أكثر وقت في المدرسة مين أكثر طلاب بيقضوا وقت في المدرسة فنلندا لا جوردن لا الآن دايو ساي دايو كي طبعا لا الآن طلاب اللي هو اليابان هذا سؤال متميز سؤال من الطراز الأول طبعا هلأ وين الكارثة بيجي طالب بيقول لك ماهو ما فيش ضع دائرة للقطع يا باي شو هاي بتعملي مرض ثلثي أزلي المعلومة هايو السؤال هذا انتبهوا أخواني الله يرضى عنكم يا رب تدرب على تضع دائرة ولازم تدرب تدريب كامل على المقائل كل شيء كل شيء هذا الطالب اللي بدي يجيب علامات هلأ هذا السؤال الآن مين الطلاب اللي بيقضوا أقل وقت ثواني أقل وقت وقت قليل بيكونوا في بعاد عن المدرسة فاكروا هيك معي وقت قليل بعاد عن المدرسة معناته وقت كثير في المدرسة اللي هم طلاب اليابان سؤال سؤال محترم طبعا لو نفتح دوسياتنا كل مكتوب عننا هذا السؤال هيك يفترض إلا حضرتك وحضرتك ما كتبتوش من وراي هذا موضوع ثاني طيب يا محترمين إذن هيك الله يسعدكم يا رب يهدي بالكم إن شاء الله هاي اللي هي خلاصة القطع إذا استفدتوا خبروني في التعليقات إنكم استفدتوا زائد بدعم أشوف منشنات وشرات الله يرضى عنكم يا رب جمع منشن منشنات وجمع شاشرات ما شاء الله الآن لطلاب توزيه عشان يستفيدوا ولو كنت بمكانك ومكانك طيران على خلاصة قطعة The Hesterive Computers واحدة من هون واحدة من هون واحدة من هون واحدة من هون سريع عشان يضلوا في كثرة إدمان النظر في الكتاب التعب اللي بتتعب وما هيضل إلى زوال كل التعب بيضل ثمرة التعب يعوني الله تعالى زائد الآن اللي تضعها نصب عينك إنا لا نضي أجر من أحسن عمل أن عجبت لهم قالوا تماديت في في المرى وفي المثل العليا وفي المرتقى أصعب خبروني إذا حبنا كم من خلاصات ولا لا خبروني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة